شرك الطاعة في المعروف في القديم كان طاعة العلماء والأمراء في معصية الله شرك في الطاعة صح إذن في القديم كان لديهم طاعة للعلماء والأمراء اليوم نستعفع في بعض الأماكن يطيع من ليس لا من العلماء ولا من الأمراء ولا من المسلمين حتى هم يتكلموا عن هؤلاء أنهم لا يؤدون الصلاة ولا الزكاة ولا الطهارة ويشرب الخامر ويزني ويسرق فالذي يعتقد في الصالح أفضل من الذي يعتقد في الطالح فكانوا في القديم يطيع العلماء والأمراء اليوم عند بعض الناس صلاة والسلامة يقول عن هؤلاء أنهم أولياء الله وهم والله أولياء الشيطان ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله كتاباً سماه الفرقان يعني فرق كما بين السماء والأرض بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من كان مؤمناً تقي كان لله ولي إيمان تقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إيمان تقوى لا إيمان ولا تقوى ولي صح من أولياء الشيطان إنسان يشرب الخمور لا يصلي لا يصوم لا يتصدق لا يتطهر ينام بين القبور والله ولي لا نشك في ولايته من أولياء الشيطان إيمان التقوى من أولياء الله وإلا من أولياء الشيطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر